بكم مشاهدين الكرام وجولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم نبدأ جولتنا بأبرز ما جاء في صحف القاهرة ما استهلوها من صحيفة الأهرام اطلقوا العمل اليوم في حقل ظهر الشركات العالمية تتوقع مشروعات كبرى بمصر بعد تحسن مناخ الاستثمار إسماعيل برنامج الحكومة يستهدف تحسين الخدمات المدير الإقليمي للبنك الدولي مصر على الطريق الصحيح من صحيفة أخبار اليوم نتابع تفاصيل برنامج الحكومة أمام النواب السيطرة على عجز الموازنة ومواجهة البطالة وجدول زمني للانتهاء من المشروعات الكبرى خطة أمنية لمنع الفوضى في ذكرى الخامس والعشرين من يناير البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب استثمار رابح لقوة مصر الحقيقية نرصد من عنوين صحيفة الوطن حركة تغييرات موسع للمحافظين بدر رئيس الوزراء التقى 12 من المرشحين مصادر حلول مصرية للخروج من أزمة سد النهضة الكنائس تصلي لمصر وتدعو إلى نبذ العنف خلال قدسات عيد الميلاد نقرأ من عنوين صحيفة الشروق الرئاسة تفحص قائمة نساء المرشحات للتعيين في البرلمان كما حملت بشرة سرة وكتبت تخفيض أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والتموين أولى الوزرات في رضاء المواطنين عن خدماتها في افتتحيتها دعت صحيفة الجمهورية إلى ضرورة العمل والإنتاج مؤكدة أن عام 2016 سيكون بحق عام الأمل والتحدي والرخاء وقالت لم يعود أمام المصريين سبيل إلا العمل والإنتاج لمواجهة التحديات التي تحيط بنا من كل جانب والعلى عام 2016 بما يحمله من نسامة خير يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح فموافقة البنوك العالمية على إقراض مصر وثبات تصنيف اقتصادنا دوليا وتهافت الشركات العابرة للقرات على الاستثمار في مصر كلها عوامل تؤكد أن اقتصادنا رغم كل العثرات يسير في الاتجاه الصحيح ويتكامل هذا كله مع الانتهاء من استحقاقات خارطة المستقبل بنجاح شهد به الأعداء قبل الأصدقاء 2016 بحق هو عام الأمل والعمل والتحدي ويجب أن يكون كذلك الثورة وأرواح الشهداء تحت هذا العنوان دعا الصحفي عمر حسنين في عمودي بصحيفة المصر اليوم إلى إبقاء ذكرى الشهداء من الثوار وحماية الثوار نصب عيوننا فهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن تقترب ذكرى الثورة وتتداخل أشياء لكن يبقى الذين ضحوا من أجلنا جميعا الذين واقفوا في وجه الفساد وتحد الطغيان وأسقطوا دولة الظلم لتشرق علينا شمس الحرية والبناء تقترب ذكرى الثورة وأرواح الشهداء من الثوار وحمات الثوار تبقى بيننا شاهداء على الذين دبروا القتل والفتن والمؤامرات واليوم يحاولون إحياء الفتنة من جديد وإرهابيون يقتلون ويخربون لا الشعب ولا ثوار يريدونكم ولن تخدعهم ألعبكم حريتنا ملك يدينا وكرمتنا في عنان السماء ورغض العيش نتيقن أنه سيتحقق بالبناء والعمل الذي يمتد في ربوع الوطن ننتقل إلى الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط وزير الخارجية الليبية تشكيل المجلس الرئاسي خلال ثلاثين يوما والأمم المتحدة لما تعين الحكومة جنيف ثلاثة يتردنح بعد مقتل زعيم ما يسمى بجيش الإسلام دمشق خالية من داعش بعد اتفاق لخروج أربعة ألاف مسلح من محيطها البطريارك الماروني بشار الراعي يدعو للالتقاء حول المبادرة المدعومة دوليا لانتخاب رئيس لبنان نقرأ من صحيفة البيانة الإماراتية الاحتلال يعدم امرأة فلسطينية بالدفة الغربية شهيد في غزة ويوم دام يسقط عشرات الجرحة بيت لحمة تحيي أعياد الميلاد بالاحتفالات داعش يفقق المباني لإيقاف توغل الجيش في الرمادي والعراق يلوح باستخدام المقاومة ضد تركيا من صحيفة القدس العربي نتابع ردود فعل متباينة تجاه دعوة البرزاني لاستفتاء استقلال إقليم كردستان العراق صحف العراقية تنتقد الحكومات الكرتونية على حد وصفها مقتل ستة مدنيين وجرح ستة عشر آخرين في قصف للحثيين وقوات صالح على الأحياء السكنية بتعز البشير يتوقع الوصول لاتفاق وشيك مع الحركة الشعبية والأخيرة تنفيه من صحيفة الرأي نرصد المتحدث باسم الداخلية التونسية يحذر عودة أكثر من ستة ستمائة مقاتل تونسي من سوريا قوات شرعية تتقدم نحو صادة وصنعاء وتحبط هجوما للانقلابيين البحرين تتهم إيران بالتدخل غير مبرر في الشؤون العربية إلى مقالة الرأي بالصحف العربية ونبدأ من الخليج الإماراتية التي سلطت الضوء على الأوضاع المأسوية التي تعيشها ليبيا ومحاولات إنقاذها من الفوضى التي تعصف بالبلاد منذ إسقاط نظام القذافي وأضافت هناك محاولات لإنقاذ ليبيا من مأستها المتمثلة في الفوضى وسقوطها بيد الميليشيات والإرهاب الدول الغربية بدأت تبحث عن حلول تداركا لخطر الإرهاب الدهم بعد أن أدركت سوء صنيعها وتم تكليف الأمم المتحدة بالبحث عن الوسائل التي قد تؤدي إلى حل بين المجموعات المتصارعة التي حولت ليبيا إلى مصرح للعنف والاقتتال الذي قود مكونات الدولة لذلك قادت المنظمة الأممية المفاوضة التي انتهت باتفاق الصخيرات لكن لابد من نزع سلاح الميليشيات من أجل استعادة الأمن والسلطة الشرعية يسود على المستوى الدولي رغبة شديدة في احتواء فوضى الشرق الأوسط بشكل سريع بعدما بدأت هذه الاضطرابات ترمي بشرارها في قلب العواصم الأوروبية صحيفة الرياض السعودية ركزت على هذه القضية وكتبت بعد اعتداءات باريس الإرهابية أدركت أوروبا أنها أمام تهديد استهدف أمنها بكثير من الإصرار وخروجا على كلاسيكيات الأداء السياسي والعسكري التي صاحبت فوضى الربيع العربية بريطانيا وألمانيا ورغم تحفظهما على أي تدخل عسكري بالمنطقة أقر بسرعة الاشتراك في الهجوم على داعش من هنا يمكن القول إن القناعة الدولية باتت أكثر رسوخا بأن المنطقة لا تحتمل دخول أي دولة فيها أتونى الصراع قد يؤدي إلى عواقب مماثلة كما في سوريا والعراق بل إن الضغط الدولي سيكون حاضرا من أجل استقرار المنطقة نتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة لوموند الفرنسية متظاهرون يقتحمون قاعة الصلاة للمسلمين بجزيرة كورسيكا التبع لفرنسا ويحرقون المصاحف ويكتبون عبارات معادية للعرب ورئيس وزراء فرنسا يدين الهجوم مقتل زهران علوش قائد أقوى فصائل المعارضة المسلحة في دمشق في غارة جوية روسية استهدفت مقرا سريا للجماعة أزمة اللاجئين رصدتها صحيفة الجارديون البريطانية وكتبت اللاجئون في مخيم كالي الفرنسي يعيشون ظروفا قاسية وفي غياب دور الحكومي المخيم شبيه بأحياء الصفيح العشوائية ويأوي ستة ألاف شخص يقيمون على أرض مهجورة لا وجود فيها للماء ولا للطرق أو البنية التحتية الأمم المتحدة ومنظمة غوث للاجئين تغيبوا عن هذه المأساة نرصد من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنظيم داعش يحاول توسيع أرضه عن طريق تأسيس فرع في الصومال يطلق عليه مقاتل الإمارة الصغيرة وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة تهدد من ينضمون إلى داعش بالقتل نتابع من صحيفة آل بايس الإسبانية في خطوة تهدف لحصول البلاد على المساعدات الضرورية من صندوق النقد الدولي أوكرانيا توافق على ميزانية للتقشف والبرلمان يقر ميزانية عام 2016 بعجز ثلاثة بالمئة بأول زيارة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات رئيس وزراء الهند يزور باكستان رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال لها تعزيز روسيا لقوتها العسكرية وعملها على إيجاد موطئ قدم لها على الساحة الدولية بعزيمة غير مسبوقة منذ الحرب الباردة لافتة إلى أن هذا الأمر صعدت من التوترات مع الغرب يبدو أن روسيا تحاول استعادة نفوذها المأمول على الساحة الدولية فتعمل موسكو جاهدة على بناء قواعد جديدة لها في منطقة القبب الشمالية إلى جانب توسيع قواعدها القديمة هناك لاستغلال طرق للتجارة البحرية كما زجت موسكو بقواتها العسكرية في صراعات خارجية أهمها الأزمة الأوكرانية فضلا عن انتهاك الطائرة الروسية للمجال الجوي لدول أخرى موسكو ترتب أوراقها العسكرية استعدادا لحقبة جديدة يسعى فيها الدب الروسي إلى استعادة بريق نفوذه الذي كان عليه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي من جانبها كتبت صحيفة الاندبندند البريطانية في افتتحيتها مقالا حول محاولات ودعوات البعض في أوروبا لحظر المسلمين مؤكدة أن الذين يمنعون المسلمين من دخول بلدانهم يشجعون تنظيم داعش ويدعمون أفعالها وأضافت إن ما يحدث من أعمال إرهابية إجرامية ليس له علاقة بالإسلام ولا بهذه العقيدة السمحة ومن المؤكد أن السياسيين الذين ينعتون المسلمين بالإرهابيين والرسام الكاريكاتوري الذي يصور اللاجئين في شكل جرذان تدخل أوروبا هم حلفاء أبو بكر البغدادي زعين داعش إن المسيحيين مارسوا عقيدتهم على أرض العرب والمسلمين قرونا طويلة قبل أن يظهر هذا التنظيم المتطرف فالحرب لا ينبغي أن تكون على الإسلام دين السمحة شاهدين الكرام هذه وقفة مع رسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم ختم جولتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء